عشان اتكلم على الحدث الارهابي لازم الاول من الناحية الثقافية ان المسئولية المجتمعية بتحتم علي ان انا ابين للناس يعني ايه الارهاب زي ما ساتك وضحت في الاول كلمة الارهاب بتختلف من واحد لتاني لكن اتفق عليها علميا الارهاب من الناحية اللغوية هو اي اعمال او اجراءات تسبب الخوف او الرحب والشرط التاني وتخالف الشراء السماوية طيب ده من الناحية اللغوية من ناحية القانون الدولي استخدام القوة او التلويح باستخدام القوة وبما يخالف الشراء السماوية طيب من الناحية الشرعية في مزموم وفي محمود المزموم اللي بيخالف الشراء السماوية اما المحمود اللي بيتفق مع الشراء السماوية بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رواط الخيل ترهبون بي عدو الله وعدوكم سرق الله رضي طيب عرفنا يعني الإرهاب يعني المحمود ده حركت أسود أنه في حالات حرب مثلا لإفادة وطن ما أو أن سيادتك بتجاهزي نفسك وبتحديسي السلاح بتاعك وبتنوعي سلاحك عشان تبقي جاهزة لو حد حاول يعتدي عليك آه تمام لأن لا الإسلام ولا المسيحية ولا اليهودية بتدعو إلى العلوان طبع سيدنا المسيح عليه السلام قال الله محبة طبع وبعدين كلمة المسيحي محبة وسلام تؤدي إلى الحنان صحيح أما تتكلم بأفنن طيب هل الدول كلها اللي برا بتطبق المفهوم ده لا لا طبع مستنى لا إيه قطر تركيا إيران إسرائيل حتى أمريكا حتى إنجلترا بيأووا الإيرابين بيدعموا الإرهابيين وبعدين لما تتكلمي مثلا على إسرائيل يقولك دي بتدفع عن نفسها سيلفي ديفنس طيب ما نجي نتكلم بقى فندم إيه هي أنواع الإرهاب عشان نبقى فهمينها أول نوع أنواع الإرهاب جريمة منظمة عابرة للحدود زي المافيا إيطالية أو الأمريكية تجارة السلاح وتجارة مخدرات وتجارة رقيق أبيض ثاني حاجة يا فندم اللي هو إرهاب دولي إرهاب تقوم بقى به إيران وقطر وتركيا ثالث حاجة إرهاب قومي شيعة وسنة مسلم ومسيحي أكراد وحوسيين بيلعبوا على الحتة دي فرق كتن طائفية الحاجة الرابعة لبعد كده يا فندم الإرهاب الأيدولوجي كلمة أيدولوجيا الفن وفكر بيأثر على الفن بتاعك وأظن الفن بتاعنا معروف دلوقتي شكله إيه سواء السينما أو إزاعة أو التلفزيون أو مصرح أو غناء وبيأثر على الفكر عشان يحط السم في العسل في بقى إرهاب سياسي في إرهاب إعلامي زي قناة الخنزيرة وقنوات الموجهة وفي كمان يا فندم إرهاب عسكري وفي إرهاب اقتصادي يعني إيه إرهاب اقتصادي يحارب سيادتك في خمس حاجات مأكل نشرب ملبس مأوى مداوى يغلي الحاجة عليك يوأوى تيجي الحاجة غالية من بره الناس هنا تصور طيب دي كانت مقدمة عشان أعرف يعني إيه الإرهاب مأجا أتكلم بقى على الحدث الإرهابي ده هتبقى عليه قاعدة بيقولوا عليها في اللغة الإنجليزية 5W بالنسب لنا اللي هي متى وين وير أين واي لي هو مين اللي عمل كده وات إيه اللي حصل طيب أما أجا أتكلم على وين متى الحدث الإرهابي ده حصل من ناحية الزملية حصل ليلا من ناحية السياسية حصل بعد المؤتمر ونجاح المؤتمر بتاع الشباب تمام يا فندم من ناحية الإيمانية حصل قبل العيد وفي العشر الأوائل منزل حجة تمام من ناحية الإرهابية حصل بعد القبض أول مبارح على مجموعة كبيرة من الإرهابيين معهم كميات خيالية بالأطنان من المخدرات سواء أقراص أو سواء أعشاب طيب ده امتى حصل الكلام ليه ليه حصل الكلام ده المؤتمر لما لجي حفندم وسيدة الرئيس عمل فيه مبادرات رائعة قدت إلى نجاح دولي ده ضد أهداف الجماعات الإرهابية أه بس ده مش أول مؤتمر ما هو مش أول مؤتمر آه لكن اتقال فيه تم فيه تكريم وتم فيه عرض مبادرات جديدة كل دي بتؤدي الحاجة واحدة آه بس فيه مبادرات جديدة بتحصل في مؤتمرات الرئيس بشكل مستمر فيه تكريميات للشباب بتحصل بشكل مستمر بس ده يعني ليه دلوقتي ليه مش مثلا الناس كانت سألت كده آه إمبارح آه ليه مش وقت ما كان فيه بطولة آه فمصر وكان فيه ناس كتير من دول العالم موجودة وفيه كان المنطقي أكتر كان جاهز لده شوف سيدتي كيف أنه الجماعات الإرهابية دي دي مش شوية ناس جايين من العشوائيات دي فيها دا كترة في كل تخصص بيعملوا فتن بيعملوا شائعات بيعملوا أكاذيب تمام كل حدث يحدث في مصر له ما يناسبه عشان تيجي سيدتي تعمل الكلام ده في البطولة الأفريقية اللي حصلت ما كانش يقدروا يعملوها ليه لأن الأمن كان ماسك اللي استاد بالمنطقة اللي حوالي كلها بالكامل تمام بطريقة لا تسمح لأي عمل إرهابي إنه يتم إنما لما تبقى العملية الإرهابية دي ودي مش عملية إرهابية اللي حصلت دي يا فندم ده حادث مروري أدى لاكتشاف النية لعمل إرهابي لكن ما كانش مقصود إنه يفجر نفسه هنا لأ ودليل كده يا فندم إن ما كانش فيه تخطيط ليها ليه ما كانش فيه تخطيط هو أنا النهاردة ماشي عندي متفجرات وماسكها عشان أروح أعمل عملية إرهابية أخش في شارع كورنيش جمي مع الأورام في اتجاه عكسي وبسرعة كبيرة جدا إذا ما كانش ديها تخطيط هو الفيديو الفيديو اللي منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي إن السيارة اللي كيتمشي عكس ما كانتش ماشية بسرعة كيتمشي بسرعة العادية بس هو لو هو مش قاصد الحتة دي ليه ماشي عكسي في الحتة دي ليه ماشي عكسي عشان يعمل الإرهاب دي هان؟ هل دي العملية الإرهابية؟ لا يا فندم دي مش عملية إرهابية في معد الأورام كله بكامل يجيبه ويقدر يخشه ويقدر يعمل الكلام ده فيه والمنطقة اللي حواليه يعملها على الكبري اللي ما بين المانيال وما بين الكورنيش تمام يا فندم؟ إنما دي مش مقصودة لا يا فندم دي بيدل على نطب الأفكار الإجرامية للجماعات الإرهابية بعد حصارها سواء في سينة أو في البحر الأحمر أو البحر الأبيض أو مصر كلها بالكامل تم تكفيف الأموال بتاعتهم تم تكفيف الإمداد تم تكفيف التدريب بالسلاح تم 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 فهيزي يحمل أي حال